السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كورا سبورت اهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها دايما عن نادي الاهلي هنرد دايما على كل اكاذيب الاعلام الابيض والمنافسة للنادي الاهلي ولكن في البداية الفيديو دوت للاهلاوية كلهم اهلاوية وبس عشان كده لو انت مش اهلاوي احسن لك ما تتطرقش على الفيديو وخليك اهلاوي معانا الاهلاوية لايك الشديد يلا عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا لو انتم يهمكم اخبار النادي الاهلي والرد على اكاذيب الاندية المنافسة في البداية رسالة من كابتن محمود الخطيب لكل عشاق وجمهير النادي الاهلي سندوا ناديكم عن طريق مسندة قناة الاهلي في ثوبها الجديد قناة النادي الاهلي تعود باذن الرحمن يوم الاتنين خلاص احنا بقينا الاتنين خلاص باذن الله هتظهر النهاردة القناة ببرامجها الجديدة بالتطوير القناة محتاجة مسندة الجمايير الاهلوية لازم يسندوا القناة زي ما حضرتك بتقعد تتفرج على قناة النادي المنافس بالساعة والساعتين وتتفرج على قلة الادب والتجاوزات اللي بتحصل على قناة النادي المنافس فحضرتك الاولى بيك انك حتى لو مش هتتفرج على حاجة سيب قناة النادي الاهلي شغالة وارفع من نسب المشاهدة احنا النادي الاهلي نسبة الاهلوية في مصر ستين سبعين في المية من اللي بيشجعه كورة اهلوية فالنهاردة لما تبقى قناة النادي المنافس لك نسب المشاهدة اعلى منك لا عيب عيب قوي لما يبقى معلش يعني مع احترامي تسيب ابوك اللي ربك وتروح تشجع الجرام مع احترامي الكامل فالاهلوية بعد اذن حضراتكم سند قناة سندوا قناة النادي الاهلي خلال الفترة القادمة محتاجين وقفكوا في ظهر النادي الاهلي شغل القناة حتى لو معالش تعال على نفسك احنا دايما الجماهير بنضحي وزي ما قالها الاسطورة الدائمة بيننا صالح سليم لما قال الاهلي ملك جماهيره الاهلي ملك جماهيره والجماهير دي هي اللي عملت الاهلي والجماهير اللي عملت الاهلي هي اللي هتعمل قناة النادي الاهلي طيب تعال نخش بقى في مواضع. اول موضوع وهو الجامعية العمومية لنادي الزمالك النهاردة وفقا للتصريحات الرسمية من مسؤولي النادي الابيض ان النهاردة يا جماعة حضر 14 الف عضو في الجامعية العمومية في نادي الزمالك في اقل من 12 ساعة. كلام جميل كلام جميل. معنى كده يا فندم ان كان فيه تزاحه. معنى كده يا فندم ما كانش فيه تابعة اجتماعي. معنى كده يا فندم ان مفيش كورونا. مفيش خوف من الكورونا دلوقتي. 14 الف شخص دخل نادي الزمالك النهاردة. وخرج خلال 12 ساعة. يعني بمعدل الف شخص في الساعة. الف شخص في الساعة دخل نادي الزمالك النهاردة. واقع على الاستمارة بتاعته في التصويت بتاع الجامعية العمومية والمزنية والكلام ده كله. فما حدش يجي يقول للنهاردة اصل احنا مش هنلعب الدورة عشان قايفين من كورونا. لا يا باشا. لا يا باشا انت مش هتخاف على 11 ولا 20 30 لاعب. وما تخافش على ال 14 اللي جولك النهاردة. ال 14 الف بتاع النهاردة. فده فنكوش. ده فنكوش. ما تقوليش ان احنا مش هنلعب الدورة عشان كورونا. قول مش هلعب الدورة عشان مش هقدر ادفع فلوس لللعيبة. اوكي. قول مش هلعب الدورة عشان خايف ان انا ما وصلش للمركز التاني. والوصيف المركز اللي بيليقي بيا دايما اوكي انما ما تقولش انا مش هلعب عشان خايف من اه كورونا طيب امير اه مرتضة خلي امير مرتضة اه كمان شوية نتكلم عن اه ميزانية نادي اه الزمالك والمشاكل في ميزانية نادي الزمالك ولكن هرد بس على بتاع المعيز الراعي بتاع المعيز اللي بيهاجم اه النادي الاهلي واللي طلع وقال على تصريحات فاروق جعفر ان يا يا جماعة فاروق جعفر راجل مؤدب فاروق جعفر راجل راسين راسين تمام فالرجل باخلاقه مرضيش يتكلم هو كان بيقصد النادي الاهلي في موضوع رشاوة الحكام الافارقة وان النادي اللي مقصود بيه او اللي بيقصده فاروق جعفر هو النادي الاهلي مش نادي الزمالك ولكن حسن اخلاقه وطيبة سجيته خلته يقول ان نادي الزمالك هو اللي كان بيعمل كده. الراعي بتاع المعيز. اما هو راعي بتاع معيز. هي يعني هو الراعي بيرعى ايه? مش بيرعى معيز. والمعيز دي بتبقى فين? في الزريبة. في الزريبة. ما هو شغال في الزريبة. مهم? يا راعي. يا بتاع المعيز. فاروق جعفر طلع ما عمر اديب. امبارح. و عمر اديب سأله سؤال واضح وصريح. يا بتاع المعيز. قال له ايه? يا بتاع الزريبة. قال له يا كابتن فاروق. انت اتهمت النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي انهم كانوا بيدوا رشاوة للحكام. قال لك بصراحة ربنا وحاجة حاسب بيها قدام ربنا. انا ما عرفش حاجة عن الاهلي والاسماعيلي والمقاولين. وما شفتش ان هم بيدوا رشاوة للحكام او بيدوا بوكت ماني للحكام. ولكن انا بتكلم عن حاجة عشتها انا. فاروق جعفر ملك النص رمز نادي الزمالك. قال لك دي حاجة انا عشتها انا. وانا شاهد عيان عليها. ان احنا كنا بندفع رشاوة للحكام الافارقة عشان تزبطنا ضرب الجزاء او بلن او طارد او الكلام ده. طيب. ده بالنسبة لي الاخ الراعي بتاع المعيز اللي بيقول برضو ان الحملة الشارسة بعد تصريحات فاروق جعفر. المقصود بيا هو الزمالك واللي حصل ده كله علشان الزمالك نخليهم يغفلوا عن حقهم في نادي القرن ولقب نادي القرن. وان هم علشان طالبوا بحقهم في نادي القرن. فالناس بدأت تتكلم على رشاوة الحكام. رشاوة الحكام في افراقيا. طيب. تعال الاحمد امير مرتضة منصور. المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك. في تصريح على قناة نادي الزمالك. قال ايه? قال لك كلام فاروق جعفر خانوا التوفيق فيه. اوكي. ده ما يهمنيش. اللي يهمني يا راعي يبتاع البهايم يبتاع المعيز يبتاع الزريبة اللي هيتقال دلوقتي. قال ايه? الاخ امير مرتضة. قال ان الاهل والزمالك والانديا المصرية. ركز عشان البقر بتوع الراعي اللي بيطلعوا يطبلوا ويقولك الاهل بيكسب بطولاته بالحكام. وقنات نادي الزمالك كان بتطلع قبل كده تقولك الاهل كان بيكسب بطولاته بالحكام. النهاردة امير المرتضة بيقولك الاهل والزمالك والانديا المصرية كسبوا بطولاتهم بالعرق والمجهود وما كانش يقصد موضوع الرشاوة. قادي شهادة من المشرف العام على الكرة. ابن رئيس نادي الزمالك انه بيقول الاهلي كسب بطولاته بالعرق وبالمجهول. طيب. تعالى بقى للاخ مهزوم الرفاعي. الشهير بميكي موس القناة المنافسة. قال ايه بقى ميكي موس? قالك الاهلي صراحة ربنا. حق ربنا بطولاته مش كلها حرام. عشان ما نظلمش الناس يعني. قالك الاهلي شوية حرام وشوية حلال. ده مين ده مهزوم الرفاعي? ميكي موس. تلعى يقولك الاهلي عنده شوية بطولات حلال? وشوية بطولات حرام كان بتيجى عن طريق رشاوة للحكام الافرق. طيب انت يا امعة. يا امعة. ما هو الامعة ده اللي بيمشي كده ايه ده لدول اي حد بياخده معاه في السكة بيمشي. طالع كده يمشي طالع كده يمشي بيسحبوه ده لدول يعني. الاخ ميكي موس قالك ان الاهلي بطولاته حرام. هل في حد من نجوم النادي الاهلي او اساطير او رموز النادي الاهلي? طلع في يوم من الايام. قالك احنا بطولاتنا كنا بنروح نرشي الحكام. لا. طيب انت يا مهزوم الرفاعي اسمع كلام فاروق جعفر كويس ويفهم الكلام كويس. الراجل بدل المرة اتنين وتلاتة واربعة قالك كنا بنرشي الحكام. طيب الاهلي كان بيرشي قالك لا الاهلي لا. ما سمعتش حاجة عن الاهلي. انما انا ككابتن ورمز النادي الزمالك كنت بعد مع الحكام وكنا بنوديهم برسعيد ونجيب لهم بضايع ونجيب لهم عربيات ويركبوا وبتاعوا دنيا وياخدوا البوكت ماني وناخد ضربة الجزاء اللي احنا آآ عايزين. طيب تعال نخش على رئيس نادي الزمالك. نهارده الراجل اللي هو تصريحين مهمين جدا. التصريح الاول بخصوص استكمال بطولة الدوري قالك الجامعية العمومية هي اللي هتحدد استكمال بطولة الدوري من عدمها. اتعملت قبل كده في مطش المقصة وتلع برضو قالك الجامعية العمومية وعلى الطلاق وفي الاخر لعب. وفي الاخر لعب. ولكن بس هي حاجات ايه للشوق الاعلامي للبروباجندة الاعلامية ولكن في النهاية هيلعب. الجامعية العمومية وافقت رفضت هيلعب. قصب عن اي حد هيلعب. وقالك القرار في ايد باتريس كارتيرون لانه هو المدير الفاني. طيب. قالك ايه رئيس نادي الزمالك اللي خايف على 30 لعب عنده وما خافش على 14 الف النهاردة رحوله في الجامعية العمومية. خافش عليه. لا هو خاف بس على 30 لعب في الكورونا. مع ان صحة اللاعبين الرياضيين اي لعب رياضي. صحته ماشي الله في مواجه فيروس كورونا 3-4-5 ايام بيبقى قاضي على الفيروس وبيقوم بالف سلام. على العكس انت عندك ناس عندها ستين وسبعين وتمانين سنة رحولك النهاردة الجامعية العمومية لو واحد لقدر الله بس كده لتشرته بس الكورونا من العيد. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. طيب. قال ايه رئيس نادي الزمالك؟ قالك الخطيب يريد استكمال الدوري لانه يريد بطولة قبل الانتخابات. الانتخابات اللي هي لسه في 2021. هو الخطيب محتاج بطولات. الخطيب من ساعة ما جيب ياخد الدوري. الخطيب من ساعة ما جيب ومسك النادي الاهلي بيكسب الدوري وانت ما بتشمهاش. هات لسنة من ساعة ما الخطيب مسك اصابك انت كسبت بطولك الدوري. 2016 الاهلي. 2017 الاهلي. 2018 الاهلي. 2019 الاهلي. 2020 ان شاء الله الاهلي. وانت بتطلع دايما اما الوصيف او التالت او الرابع واخد بالك. المهم انك ما بتجيش المركز الاول. فبطولة ايه اللي الخطيب عايزها قبل الانتخابات? روح شوف لك انت بطولة قبل الانتخابات. الاهلي قدامه بطولة الدوري. الاهلي قدامه البطولة الاهم وهي بطولة الدوري ابطال افريقيا. وكم اتمنى اتمنى اقسم بالله. ان نهاء البطولة الافريقية الاهلي يكسبوا على حساب الغريمة اللدود. نادي هزا مالك يبقى نهاء مصر كده. ونلعب بس ما تقعدوش مع الحكام. ما تقعدوش مع الحكام زي ما فاروق جعفر كان بيقول. ونلعب فير. راجل لراجل. واخد بالك. وتعرفوا ساعتها اه الخطيب اللي محتاج بطولة ولا حد تاني هو اللي محتاج اه بطولة. الخطيب لا محتاج بطولة. الخطيب كل الاضايا اللي دخل فيها اكسبها. انا انا اعرف واحد سنة.